بسم الله الرحمن الرحيم درس القسمة والضرب إعداد المعلمة وفاق عمر عوفي بسم الله المئة عملية القسمة اللي هي توزيع الكل على مجموعات بالتساوي وزعنا الكل اللي هي ستة على مجموعتان بالتوساوي كل مجموعة أخذت ثلاث عناصر المثال الثاني قمت بتبديل الأماكن هلأ بوزع ستة تقسيم ثلاثة يعني بدي أوزعها على ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها اثنان من العناصر كل مجموعة فيها اثنان من العناصر ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان لاحظنا أنه الناتج تم تبديله لماذا؟ لأنه هون سألت ستة تقسيم اثنان ما هو العدد الذي إذا ضربته باثنان كان الناتج ستة ثلاثة هنا ما هو العدد الذي إذا ضربته بثلاثة كان الناتج ستة له اثنان لأجل ذلك نرى انه تم تبديل ناتج عملية القسمة مع المقسوم عليه لارتباطه بالضرب لانه اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة ننظر الى المثال اشرح هذا المثال هون اربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية المفروض هون يكون تمثيله طبعا تمثيله خاطئ في الكتاب ثمان مجموعات ثمان مجموعات في كل مجموعة اثنان من العناصر اذا اردت المسألة الصحيحة لهذا التمثيل اقول واحد ضرب ثمانية يساوي ثمانية لانه عندي مجموعة واحدة تحتوي ثمان عناصر فيجب تمثيلها واحد ضرب واحد يعني فيها عدد المجموعات اللي هي واحد ضرب ثمانية عدد عناصر المجموعة الواحدة يساوي ثمانية اللي هي ثمانية الناتج عدد العناصر في جميع المجموعات هون اربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية طبعا هاته عملية ضرب خاطئ لا تمثيلها بهذا الشكل ثمانية تقسيم اثنان مثلونا ياها ثمانية اتفقنا انه عملية القسمة اللي هي توزيع الكل بالتساوي على المجموعات وزعناهم على مجموعتين هي وزعناهم على مجموعتين كل مجموعة اخدت اربعة يكون الناتج اربعة لاني وزعت بالتساوي تمثيل صحيح مئة بالمئة ثمانية تقسيم مجموعتين يساوي اربعة هنا هون بده يختبر ذكائك يريد الدرس ان يختبر ذكائك هلا ثمانية وزعناهم لكم مجموعة المقسوم عليه يعتبر عدد المجموعات التي اوزعها التي بوزع عليها يعني اذا كان المقسوم عليه خمسة بكون عندي خمس مجموعات في القسمة اذا كان المقسوم عليه ستة بقناته عندي ست مجموعات في القسمة اذا كان المقسوم عليه ثلاثة بكون عندي ثلاث مجموعات في القسمة هون المقسوم عليه يجب ان يكون اربعة لانه لدي اربع مجموعات واحد اثنان ثلاثة اربعة اربع مجموعات اربعة ثمانية تقسيم اربعة يساوي اثنان اللي هو كل مجموعة وضعت فيها عنصران كل مجموعة وضعت فيها عنصران اللي هي ناتج عملية القسمة هنا يختبر الكتاب ذكائك ما أعطاك الا الأعداد المضروبة اللي ناتجها 12 هلأ الإجابة الصحيحة لهذا السؤال كتمثيله هون كمجموعة فيها 12 عنصرا واحد ضرب 12 يساوي 12 واحد ضرب 12 يساوي 12 وإذا طلب من الكتاب ما هم العددان الذي ناتج ضربهما 12 أقول إما ثلاث ضرب أربعة أو أربعة ضرب ثلاث في السؤال تمثيل هذه المسألة خاطب كان يجب عليهم أن يضعوا إما ثلاث مجموعات فيها أربع عناصر أو إما أربع مجموعات فيها ثلاث عناصر هنا كم مجموعة لدي طبعا يعتمد حل هذا السؤال على التمثيل الشبه المجرد كم مجموعة لدي هنا مجموعة مجموعتان ثلاثة أكتب هنا ثلاثة أكتب هنا ثلاثة اتفقنا لأنه المقسوم عليه بمثل عدد المجموعات كم عدد العناصر اللي قسمتها أصلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر حداش اتناش اتناش تقسيم ثلاثة يساوي أربعة لماذا؟ سألت حالي ما هو العدد الذي إذا ضربته بثلاث كان الناتج اثنى عشر هو أربعة هون بدلنا المجموعات بدل ما قسمناهم على ثلاث مجموعات قسمناهم على أربع مجموعات العدد اثنى عشر لأنه عدد العناصر الكل هون اللي وزعته اثنى عشر تقسيم أربع مجموعات اللي هو اللي بيمثلها المقسوم عليه كان ناتج عملية القسمة ثلاثة كان ناتج عملية القسمة ثلاثة لأنه في كل مجموعة وضعت ثلاث عناصر بسم الله الرحمن الرحيم واحد ضرب ثلاثة أي عدد اتفقنا في حقائق الضرب في العدد ثلاث أي عدد أقوم بضربه بواحد يكون الناتج العدد نفسه واحد ضرب ثلاث يساوي ثلاث واحد ضرب أربع يساوي أربعة واحد ضرب خمس يساوي خمسة هنا ثلاث تقسيم واحد أسأل حالي السؤال الذكي ما هو العدد الذي إذا ضربته بواحد كان الناتج ثلاث العدد هو ثلاث ثلاث تقسيم ثلاث ننتقل هنا ثلاث تقسيم ثلاث ما هو العدد الذي إذا ضربته بثلاث كان الناتج ثلاث هو العدد واحد في قاعدة هونمس بالقسمة أي عدد بقسمه على العدد نفسه يكون الناتج واحد مثلا أربع تقسيم أربع يساوي واحد خمسة تقسيم خمسة يساوي واحد لأنه كل مجموعة بتأخذ فقط عنصر واحد ستة تقسيم ستة يساوي واحد فهاي قاعدة في القسمة زي قاعدة الضرب تقريبا أي عدد بضربه بواحد بعطيني العدد نفسه أما القسمة أي عدد بقسمه على نفسه العدد نفسه يعطيني واحد مرتبطين بحقائق الضرب واحد هنا عدد ضرب أربع يساوي عشرين ما هو العدد الذي إذا ضربته بأربع كان الناتج عشرين هو العدد خمسة خمسة ضرب أربع يساوي عشرين عشرين تقسيم أربعة أسأل حالي السؤال الذكي بالقسمة ما هو العدد الذي إذا ضربته بأربعة كان الناتج عشرون العدد هو خمسة عشرون تقسيم مربع يساوي أربعة نفس الشيء بسأل حالي السؤال الذكي ما هو العدد الذي إذا ضربته بأربعة كان الناتج عشرون هو العدد خمسة لاحظتوا هون عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة طب إذا بدي أحكي 20 تقسيم 5 ماذا يساوي؟ يساوي 4 لأنه 4 ضرب 5 يساوي 20 القسم مرتبط جدا يا ثاني بالضرب جدا مرتبط بالضرب 4 ضرب 2 ماذا يساوي؟ يساوي 8 4 ضرب 2 يساوي 8 8 تقسيم 4 ما هو العدد؟ الذي إذا ضربته بـ 4 كان الناتج 8 هو العدد 2 لكن الحالي دائما سؤال ذكي ما هو العدد الذي لو ضربته بـ 4 كان الناتج 8 حتى أستدلع ناتج عملية القسم 8 تقسيم 2 ما هو العدد الذي إذا ضربته بـ 2 كان الناتج 8 العدد الذي إذا ضربته بـ 2 كان الناتج 8 هو العدد 4 لأنه 2 ضرب 4 يساوي 8 5 ضرب عدد يساوي 10 في عدد إذا ضربت بـ 5 كان الناتج 10 ستراه العدد هو اثنان حقائق الضرب خمسة اخذناه حقائق الضرب في العدد اثنان ما هو العدد؟ الذي اذا قسمته على اثنان كان الناتج خمسة بضرب المقسوم عليه بناتج عملية القسمة بعطيني المقسوم بضرب هذا مهم جدا المقسوم عليه الهو الاثنين بناتج عملية القسمة وobileت الاخمسة بعطيني المقسوم 2 ضرب 5 يساوي 10 بستدل على المقسوم بضرب ناتج عملية القسمة بالمقسوم عليه بعطيني 10 10 تقسيم عدد يساوي 2 ما هو العدد الذي إذا ضربته ب2 كان الناتج 10 هو العدد 5 3 ضرب عدد يساوي 9 في عدد بضربه ب3 يكون الناتج 9 ما هو العدد العدد هو 3 هذا السؤال له عدة حلول له عدة حلول يعني هو تقريبا مرتبط بحقائق ضرب 3 فممكن كل مسألة بحقائق ضرب 3 تكون حل هذا السؤال في عدد بقسمه على 3 بعطيني الناتج فراغ ممكن يكون 3 تقسيم 3 يساوي 1 أو 6 تقسيم 3 يساوي 2 أو 9 تقسيم 3 يساوي 3 أو 12 تقسيم 3 يساوي 4 أو 15 تقسيم 3 يساوي 5 أو 8 تقسيم 3 يساوي 6 أو أو 21 تقسيم 3 يساوي 7 أو 24 تقسيم 3 يساوي 8 أو 27 تقسيم 3 يساوي 9 أو 30 تقسيم 3 يساوي 10 جميع حقائق الضرب في العدد الثلاث ممكن تساعدني لحل هذا السؤال يعني معطيني بسهولة جدا لأنه لا محدد لي المقسوم ولا ناتج عملي تقسيم السؤال هون في الصف الثاني الأساسي 20 طالبا وزعتهم المعلم على خمس مجموعات بالتساوي مجموعات متساوية عندي هون حقق للشرط مجموعات متساوية وزعتهم معناته أنا عندي مسألة قسمة وزعتهم وبالتساوي مسألة قسمة هلأ لما بدي أجي أكتب المسألة شو بكتب المقسوم اللي هو 20 اللي بدي أقسمه العدد اللي بدي أقسمه تقسيم المقسوم عليه لعدد المجموعات خمسة يساوي أربع عناصر في كل مجموعة أربع عناصر في كل مجموعة أربع طلاب في كل مجموعة طبعا سؤال فكم طالبا يكون في كل مجموعة لأربع طلاب في كل مجموعة لعدد المجموعات خمسة لو بدي أمثلها بعملية الضرب ماذا أقول؟ أقول خمسة ضرب أربعة يساوي عشرون أو أربعة ضرب خمسة يساوي عشرون طالبا لو سمحتوا سؤال صاد واحد وثمانين الأسئلة القسمة حلها واجب بيتي لو سمحتوا يقوم الطفل بحلها لوحده لتأكد أنه متقن لعملية القسمة بهمني أنه يكون الطفل لوحده قادر أنه يكون متقن لعملية القسمة وربطها بعملية الضرب للاستدلال على ناتج عملية القسمة وشكرا